اخواني الاعزاء مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة طيور فيديو نهار لهم تحت عنوان الافتراس عند طائر السمان اسبابه وعلاجه قبل البذء صلوا على النبي وادعمونا باعجاب واشتراك في القناة انت كنت من المشاهدين الجدد نبدأ في عرض الاسباب السبب الرئيسي لظهور ظاهرة الافتراس عند طائر السمان ونقص الالياف والبروتين والاملاح المعدنية في الطعام المقدم لها ثانيا كثرة عدد الطيور في المساحة المخصصة للتربية سواء في البطاريات او في التربية الارضية السبب الثالث وهو كثرة الاضاءة واستعمال المصابيح الصفراء القوية الاشعاع السبب الرابع وهو كثرة عدد الظكور مقارنة بالانات لذلك يجب علينا وضع ذكر مقابل خمسة او ستة انات لان الذكور عندما تقوم بالتزاوج تبدأ في العراق للفوز باكبر عدد من الانات مما ينتج على ذلك ظاهرة الافتراس الآن نذهب الى الحلول اول حل هو زيادة نسبة الحصى والالياف والبروتين في العلف المقدم للطائر وانصح بالعلف المركب لانه يحتوي على جميع هذه المكونات الغدائية اما بالنسبة للذي يقوم بتربية السمان في البطاريات فيجب عليه وضع الرمل او التراب في اناء وادخاله في القفص المخصص ثانيا وضع قليل من ملح الطعام في الماء المقدم لهذه الطيور مرة في الاسبوع وذلك من اجل مدها بالاملاح المعدنية ثالثا يجب علينا تخفيض الاضاءة على طيور السمان واستعمال المصابيح ذات اللون الازرق لاد رابعا يجب علينا تقليل عدد طيور السمان على وحدة المساحة المخصصة للتربية ونقل بعض من الطيور وتوسيع المساحة في عدة حجرات او بطاريات اي كان مكان التربية خامسا قص منقار السمان كما في الدجاج وذلك نصف المسافة من المنقار الى فتحة الانف في الاخير اريد تقديم ملاحظة جد هامة وهي اذا قمت بجميع هذه الحلول ولم تفلح معك فيجب عليك القضاء والتخلص حالا على هذه السلالة لان توجد في طائر السمان سلالات تفترس بعضها البعض وتعتبر ظاهرة الافتراس عندها ظاهرة ورادية لذلك تخلص منها حالا وقم بتجديد القطيع اتمنى دعم المقطعي باعجاب واشتراك في القناة ان كنت من المشاهدين الجدد واي سؤال او استفسار فنحن على الاستعداد بالاجابة عليه اراكم في فيديوهات اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة